يصادف الثامن والعشرون من شهر يوليوز من كل سنتين اليوم العالمية لمكافحة الالتهابات الفيروسية يوم يخصص للتحسيس بمخاطر هذا المرض على الصعيد العالمي المغرب وبهذه المناسبة أطلق حملته الوطنية الأولى للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي من نوع سين وذلك خلال الفترة الممتدة من الثامن والعشرين من يوليوز إلى الثامن والعشرين من دجمبر الحملة التي تبنتها وزارة الصحة تهدف إلى إجراء 150 ألف اختبار كشف سريع متوفر على مستوى المراكز الصحية كما سيتم توفير الأدوية على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية كما أطلق المغرب أيضا استراتيجية وطنية لمكافحة التهابات الكبد الفيروسية 2022-2026 والتي من خلالها يلتزم المغرب بالحد من تسجيل الإصابات الجديدة والوفيات بنسبة 50% بحلول 2026 وهو ما سيمكن بحسب وزارة الصحة من إنقاذ 4000 شخص ومنع 2300 حالة سرطان كبد مرتبطة بهذا الداء وفقا لبيانات المسح الوطني يقدر معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي السين بالمغرب بنحو 0.5% من مجموع السكان فيما يقدر عدد المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسي السين المزمن ب125 ألف شخص ترجمة نانسي قنقر